اشتركوا في القناة والسند لأمر كذلك برضو اتكلمنا على الشيك النهاردة ان شاء الله هنستكمل شرح الكيمبيالة في البداية بس كده نفتكر كان تعريف الكيمبيالة عبارة عن ورقة تجارية تضمن أمر من شخص بيسمى الساحب كان بيؤمر شخص آخر بيسمى المسحوب عليه انه هيدفع مبلغ من الأموال في معاد محدد لصالح شخص ثالث بيسمى المستفيد عرفنا ان الكيمبيالة كان فيها ثلاث اشخاص ساحب مسحوب عليه مستفيد الساحب ده اللي هو الشخص المدين اللي بيسحب على نفسه كيمبيالة المسحوب عليه اللي هو ممكن يكون شخص طبيعي او ممكن يكون البنك ودوت اللي هيدفع الفلوس او هيدفع مقابل الوفاء لشخص ثالث اسمه المستفيد والمستفيد دوت اللي هو شخص الدائن اللي هو ليه فلوس يبا انا كده عندي في الكيمبيالة ثلاث اشخاص ساحب مسحوب عليه مستفيد كذلك برضو اتكلمنا عن شروط الكنبيالة كان هناك شروط شكلية وهناك شروط موضوعية الشروط الموضوعية مثلا زي قولنا الرضاء الصحيح زي قولنا المحل السبب الاهلية قولنا هناك اربع شروط موضوعية كانوا مهمين جدا عشان اقول ان هي كيمبيالة صحيحة زي الشروط اللي هو زي مثلا الرضاء يعني لازم ان يكون هناك الرضاء من الشخص اللي هيكتب على نفسه كيمبيالة اللي هو شخص الساحب لازم ان يكون كتبها بيرات الشخصية من غير اي اكراه او تدليس او غبن بيحصل عليه يعني لازم ان يكون كتبها بيرات الشخصية اتنين قلنا فيه هناك محل وسبب قلتلك المحل طبعا هو مبلغ من الاموال اللي هيكتب ودوت حاجة مشروعة كذلك السبب قلنا عشان اكتب على نفسي كيمبيالة لازم يكون هناك كسبب يخليني أكتب على نفسي كمبيالة وآخر حاجة قلنا الأهلية اللي هو لازم يكون الشخص الكامل للأهلية يعني عنده 21 سنة وغير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية زي الجنون والعته والسفه والغفنة طيب كذلك برضو قلنا أنه ممكن الشخص يكتب على نفسه كمبيالة لو سنه 18 سنة ولكن لو أخذ إذن من المحكمة بممارسة الأعمار التجارية وقلنا الشخص الأقل من 18 سنة لا يجوز لي نهائي أنه يمارس أي عمل تجاري فبالتالي لا يجوز لي أنه يعمل كمبيالة أو شيك أو سند عموما تمام؟ ده كده كانت الشروط الموضوعية قلنا الشروط برضو الشكلية كان مجموعة شروط كده شكلية عندنا زي أولا الكتابة ما ينفعش أعمل كمبيالة تكون شفوي فيش حاجة اسمها كمبيالة شفوي عشان نقدر نزبتها فلازم أن تكون ورقة مكتوبة لوصق مكتوب قلنا برضو أنه هناك بعض البيانات الإلزامية في الشروط الشكلية قلنا هناك بعض البيانات الإلزامية اللي لازم أن تكتب في الكمبيالة وذكرناها المرة اللي فات لهم كانوا 10 بيانات منهم مثلا اسم الساحب والمستفيد والمسحوب عليه واللي إذن أو الأمر وكلمة كمبيالة على متن السك وتوقيع الساحب والمبلغ والمعاد مبلغ الكمبيالة ومعاد استحقاق الكمبيالة وتاريخ إنشاءها وتاريخ الوفاء ومكان الوفاء ومكان إنشاءها دي كانت بيانات أو بيانات إلزامية لازم تكون موجودة داخل الورقة بتاعة الكمبيالة طيب الحلقة بتاعة النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن ضمانات الوفاء بالكمبيالة حلو إحنا عملنا الكمبيالة إيه اللي يضمن برضه من المبلغ بتاعة الكمبيالة يتسدد إيه اللي يضمن الشخص المستفيد لما يروح للبنك اللي يلاقي الرصيد بتاعه فالقانون قال لي عندي ثلاث ضمانات مهمين جدا ضمانة أولى زي مقابل الوفاء ضمانة تانية زي القبول وضمانة تالتة زي تضامن المقعين بالوفاء بكيمة الكمبيالة يبقى أنا عندي تلت ضمانات للوفاء بالكمبيالة مقابل الوفاء والقبول وتضامن الموقعين بالوفاء بقيمة الكمبيالة تلت ضمانات مهمين جدا كل ضمانة منها هنشرحها بالتفصيل هنفهمها كويس جدا لأنها مهمة جدا تلت ضمانات يضمن لشخص المستفيد أنه هو لما يروح للبنك هيلاقي الفلوس بتاعته وهيصرف الكمبيالة ووقتها تكون الكمبيالة قدت الدور بتاعها سواء كانت أداة وفاء أو أداة ائتمام طيب دي ضمانات الوفاء بالكمبيالة اللي هو واحد مقابل الوفاء اثنين القبول تلاتة تضامن الموقعين بالوفاء بقيمة الكمبيالة هناخد أول ضمانة عندنا اللي هو مقابل الوفاء ايه هو مقابل الوفاء هو الدين النجدي الذي يكون للساحب طرف المسحوب عليه نتيجة علاقات بينهما خارجة عن الكمبيالة وصابقة عليها وخلي بالك هنا هيكون الساحب دائن للمسحوب عليه يبقى تعالى نفهمها كده يعني ايه كلمة مقابل وفاء مقابل وفاء هو دي النجدي مبلغ من اموال بتاع الساحب بس موجود عند المسحوب عليه مبلغ معين من الاموال يعني انا مثلا ليه فلوس في البنك او روحت البنك احطيت فلوس في البنك فلوس بتاعتي بعد ما حطيت الفلوس بفترة كتبت على نفس كمبيالة لصالح شخص اخر يبقى الفلوس اللي ليه في البنك دي اصبح اسمها هنا ايه مقابل وفاء بالكمبيالة يبقى عبارة عن مبلغ نجدي يكون للساحب طرف المسحوب عليه مبلغ من الاموال موجود عند المسحوب عليه بس المبلغ ده تبقى مين الساحب طب لو لاحظنا هنا بقى نتكلم ما بين دائن ومدين من هنا الدائن طبعا الساحب لانه هو اللي ليه رصيد في البنك ومن المدين هنا هتلاقي المسحوب عليه اللي هو البنك اللي ان البنك هنا عليه ايه فلوس طيب ده كده التعريف بتاع مقابل الوفاء شروط وجود مقابل وفاء عندي بقى شروط مهمة جدا عشان اقول ان مقابل وفاء موجود هناك شروط اربع شروط مهمين جدا واحد ان يكون محل التزام المسحوب عليه كبير الساحب مبلغ من نقود بعموما هنا لازم يكون شخص الساحب ليه رصيد من الاموال في البنك لازم ان يكون نقود وليس اي شيء اخر يعني ما انفعش اقول ان الساحب ليه عربية في البنك او ليه شقة في البنك او ليه ارض في البنك لا انا لازم اقول هناك مبلغ من الاموال يعني النقود يبقى لازم المقابل الوفاء يكون فلوس مش اي حاجة تانية خالص يعني على فكرة انا ممكن في اي حاجة تانية ممكن نقول تقدر بمال لا انا هنا مش عايز اي حاجة مادية تقدر بمال انا اللي يهمني لازم ان تكون النقود اتنين ان يكون المقابل موجود في معادة استحقاق الكمبيالة يعني لازم وقت الاستحقاق تكون الفلوس موجودة على فكرة احنا قلنا في الشيك لما نيجي نكتبه لازم يكون الرساسي موجود النهاردة لان الشيك ملوش معاد استحقاق الشيك بيتم صرفه بمجرد الاطلاع يعني مجرد مواد لبنك يصرفوا على طول ما فيش حاجة اسمها في الشيك حاجة اسمها معاد نتيح اما الكنبيالة لها مواعيد استحقاق فانا ممكن اكتب كنبيالة عن نفس النهاردة وقللك هتروح تسحب الفلوس دي من البنك بعد سنة يبقى مش شرط يكون الفلوس موجودة النهاردة يعني مش شرط يكون مقابل وفاق موجود النهاردة وارض جدا يكون المقابل موجود بعد سنة واهم حاجة عندي ان المقابل يكون موجود بعد سنة اللي هو امتى في معادة الاستحقاق يعني اللي يهمني في الكمبيالة في وقت الاستحقاق تكون الفلوس موجودة رقم ثلاثة هل يكون المقابل مساوي على الاقل لمبلغ الكمبيالة هنا لازم يكون المقابل على الاقل مساوي للمبلغ بتاع الكمبيالة يعني انا كذبت على نفسي كمبيالة ب10 تلاف جنيه يبقى اهم حاجة يكون ليه رصيد في البنك 10 تلاف جنيه. اكتر من كده مفيش مشكلة. اقل من كده لا يجوز. يبقى ان لازم يكون المبلغ على الاقل مساوي لمبلغ الكمبيالة. رقم تلقى اربعة ان يكون المقابل محقق الوجود ومستحق الاداء في معادة استحقاق الكمبيالة. هل بقى محقق الوجود هنا المواصل بي ان ما يكونش فيه تنازع عليه. يعني المقابل الوفاء اللي موجود في البنك ما يكونش هناك تنازع عليه. ما يكونش مثلا محقوز على المبلغ دوت. لا ده لازم ان يكون مبلغ محطوط ما عالوش اي نزاع ولا في اي حد من دائني الساحب عايز يحجز عليه ولا حاجز عليه. كذلك برضو لازم ان يكون مستحق الاداء في معادة الاستحقاق. يعني لازم ان يكون المبلغ موجود وقت استحقاق الكمبيالة. ده اللي يهمنا. يبقى كده عندي اربع شروط يجب توفرهم في مقابل الوفاء. اللي هو لازم يكون المبلغ نقود ولازم يكون موجود في معادة الاستحقاق. ولازم ان يكون مساوى على الاقل لمبلغ الكمبيالة. ولازم يكون محقق الوجود ومستحق الاداء. فيه بعد كده مين الملتزم بتقديم مقابل الوفاء? اللي يلتزم بتقديم مقابل الوفاء اكيد مين? الساحب. وهو اللي هيسحب على نفسه كمبيالة. فبالتالي لازم يلتزم بوضع المبلغ في البنك. يبقى لازم يحط المبلغ مش شرطة على البنك لان احنا قلنا المسحوب عليه في الكمبيالة وارد يكون بنك او يكون اي شخص طبيعي اخر يعني. فهنا المهم ان يكون الساحب وضع فلوس عند شخص المسحوب عليه. سواء كان بنك او شخص طبيعي. يبقى الملتزم هو الساحب هو الملتزم بتقديمه لدى المسحوب عليه في معادة استحقاق الكمبيالة. وطبعا قلت لك مش شرطة يحط المبلغ النهاردة. انا اهمني في معادة الاستحقاق وقت استحقاق الكمبيالة يكون المبلغ موجود. طيب. من يقع علي عبء اثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه. مين بقى اللي بيقع عليه عبء اثبات هالمبلغ اللي هو بتاع مقابل وفاء موجود عند المسحوب عليه ولا مش موجود. مين اللي بيقع عليه عبء الاثبات? مين يعني مين اللي يقدر يزبط او يقع عليه عبء اثبات ان المبلغ فعلا موجود. هفرم بين حاجتين. واحد اذا لم تضمن الكمبيالة كبول المسحوب عليه. يعني لو احنا مش كاتبين الشروط اللي هي شرط من شروط الاختيارية لما ذكرناها في الحلقة السابقة لما قلنا من ضمن شروط الاختيارية اللي هو قبول الكمبيالة او عدم قبول الكمبيالة لو انا هنا مش حاطط شرط القبول الكمبيالة يبقى مين يقع عليه عبئي ثبات ان المقابل موجود بالفع اكيد طبعا الساحب يبقى قلو كده على الساحب عبئي ثبات وجود مقابل الوفاء لدى المصحوب عليه في معاد استحقاق الكمبيالة لانه طبعا هنا الساحب يعد المديني الاساسي في الى ان يوقع المسحوب عليه على القبول او يوقع بالكبول. يبقى لو كان الكنبيالة يعني مش متضمنة شرط القبول يبقى هنا اللي يقع عليه يبقى الاثبات شخص الساحب. اتنين قبول المسحوب عليه الكنبيالة. هنا طبعا لو المسحوب عليه ايه بالكنبيالة? ده ده اكبر دليل ان مبلغ مقابل الوفاء موجود. ده اكبر ضمانة لشخص المستفيد ان هو كده فلوس وبقت موجودة. ده كده وقت الاستحقاق هيروح الى الفلوس. لان انا اول ما بروح للبنك ودي له الكنبيالة يكتب عليها كلمة مقبولة او تم الموافقة على الكنبيالة. ده اكبر دليل اثبات ان المقابل بتاع الوفاء موجود في البنك. وبالتالي انا كده ضمنت الفلوس بتاعتي. يبقى دي كانت من يقع عليها ايه بإثبات اه وجود مقابل الوفاء. قلنا لو كان هناك كبول اه عدم كبول يبقى يقع على ايه على الساحب. اما لو كان فيه كبول يبقى هنا يقع على المصحوب عليه. فيه بعد كده نتائج تملك الحامل لمقابل الوفاء. ايه بقى النتائج اللي ترتب ان الحامل هيتملك مقابل الوفاء. على فكرة الحامل هنا اللي هو شخص المستفيد. اللي هو يحمل الكنبيالة. اللي هو الاخر واحد مع الكنبيالة. طيب لما لقى الساحب بيكتب على نفسه كمبيالة. ويديه الشخص المستفيد. ايه بقى اللي هيحصل هنا النتائج اللي ترتب على التملك الحامل لمقابل الوفاء. خلي بالك هنا اصبح المال طبعا المفروض اللي موجود في البنك. اصبح ملك مين? المستفيد. طالما الساحب من الوقت ما الساحب بيكتب على نفسه كمبيالة ويسلم على الشخص المستفيد. اصبح مقابل الوفاء اللي موجود في البنك. ملك مين? ملك المستفيد. تبقى النتائج اللي ترتب على الموضوع ده. واحد. عدم استطاعة الساحب المعارضة في الوفاء للحامل. ينفع لو مقابل الوفاء لو الساحب كده عبقى نفسه كمبيلة وأعطاه للمستفيد. وجيل بنك دفع المبلغ للمستفيد ينفع الساحب يعترض أكيد لأ طبعا. مش من حق الساحب أنه يعترض نهائي. تمام؟ يبقى عدم استطاعة الساحب المعارضة في الوفاء للحامل. لأنه أصلاً مش فلوس الساحب حاليا. ده أصبح فلوس المستفيد. اتنين عدم جواز الحجز من قبل دائين الساحب أو المظاهرين على مقابل الوفاء. تعال بقى هنا نفترض أن شخص الساحب عليه فلوس لأشخاص ثانية. لدائينين تانين وهو كان كاتب على نفسه كمبيلة الشخص المستفيد. يبقى الفلوس اللي في البنك دي أصبحت ملك مين؟ شخص المستفيد. طب لو الساحب دوت الدائينين بتوه حب يحجزه على أملاكه. ينفع يحجزه على الأموال اللي موجودة في البنك أو على مقابل الوفاء اللي موجودة في البنك؟ لا طبعاً لأن مقابل الوفاء اللي موجودة في البنك هنا أصبح ملك المستفيد فبالتالي لا يجوز لدائين الساحب أنه ما يحجزه على الأموال اللي موجودة في البنك لأنها أصلاً أصبحت مش ملك الساحب أصبحت ملك مين؟ المستفيد وبالتالي لا يجوز الحجز عليها رقم ثلاثة وجواز اعتراض الحامل على دفع المسحوب عليه لمقابل الوفاء للساحب هنا لو شخص المسحوب عليه اللي هو البنك رجع الفلوس للساحب هل من حقه لا طبعا طالما الساحب كتب على نفسه كنبيلا واعطاه الشخص المستفيد اصبح الفلوس اللي موجودة في البنك بتاعت شخص المستفيد طب ينفع البنك اللي هو المسحوب عليه يرجع الفلوس للساحب مش من حقه لان الفلوس اصبحت ملك مين اصبحت ملك المستفيد فلا يجوز نهائي للمسحوب عليه ان يدفع المال للساحب رقم اربعة التزاحم على مقابل الوفاء هنا بقى فيه مشكلة كبيرة ايه هي لو حصل تزاحم على مقابل الوفاء نفترض ان شخص الساحب كاتب على نفسه اكتر من كمبيالة وعنده مقابل وفاء واحد يعني نفترض ان هو عمل تلات اربع كمبيالات وهو اللي رصيد في البنك عشر تلاف جنيه وكاتب كمبيالة بسبعة وكمبيالة بعشرة وكمبيالة باثناشر وكمبيالة بخمسة يعني كاتب اكتر اكتر من كمبيالة عليه ايه الحل هيحصل ايه هنا فتعالوا نقولها التزاحم على مقابل الوفاء القانون قال لي عندك اربع خطوات هنمشي عليهم بالنسبة للتزاحم لو حصل تزاحم على مقابل الوفاء اللي هو الوحيد ولو كان ساعته شخص الساحب كاتب على نفسه اكتر من كمبيالة طيب هو كاتب على نفسه تلات اربع كمبيالات طيب مين اللي هياخد الرصيد اللي موجود في البنك مين نفترض الرصيد ما يكفيش غير واحد بس طيب مين اللي هياخد الرصيد القانون اول حاجة قال لك هنشوف لتاريخ انشاء الكمبيالة اول واحد انشأت ليه الكمبيالة هو المفروض يستحقها طيب دي اول حال طيب افرق كلهم اتعامل ليهم الكمبيالة في معاد واحد فهنشوف مين الكمبيالة بتاعته مكتوب عليها شرط الكبول اللي هو البنك هيقبلها يبنقولهم كده التزاحم على مقابل الوفاء واحد اذا صحبت عد الكمبيالات على مقابل الوفاء لا يكفي الوفاء كلها فيروع ترتيب تاريخ سحبها ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخ على تاريخ الكمبيالات الاخرى مقدما على ايه غيره يعني اول واحد اكتبت للكمبيالة هو المفروض يستحق مقابل الوفاء اللي موجود في البنك اتنين اما اذا كانت جامعاء مسحوبة في تاريخ واحد فتقدم الكمبيالة تحمل توقيع كبول المسحوب ايه عليه على غيره من الكمبيالات يبقى اول حاجة قلتلك هنظر للتاريخ تاني حاجة هنظر للكبول لو طلعوا كلهم مكتوبين في تاريخ واحد يبقى هبص من الكمبيالة بتاعته مقبولة من البنك اللي لو كان حد فيهم كمبيالته مقبولة من البنك يبقى هو الوحيد اللي هيستحق المبلغ اللي كان موجود. طيب في رقم تلاتة اذا تحمل اي كمبيالات كبول المسحوب عليه فيفضل الكمبيالة اللي تخصصها لها مقابل الوفاء. طيب تعال بقى لو كانت الكمبيالة ملهاش مقابل الوفاء. يعني ما مفيهاش كبول البنك. يعني الكمبيالة مش متضمنة شرط الكبول. هنعمل ايه? قالك هنشوف الكمبيالة المخصص ديها المقابل اللي موجود في البنك بالزبط. عشرة الاف مكتوبة وانا يقول الرصيد في البنك عشر تلاف بالزبط. اخر حاجة بقى بيقولك اما الكمبيالات اللي تشمل على شرط عدم القبول فدي بنخليها اخر كيمبيالة مستحقة الايه? الدفع فتأتي في المرتبة الاخيرة. يبقى احنا كده اسمناهم بالنسبة للتزاحم على الكمبيالة. لو كان شخص الساحب ليه رصيد واحد بس في البنك مقابل وفاق واحد وهو كاتب على نفسه اكثر من كيمبيالة فالقانون قال لي في الحالة دي اول حاجة هنشوف مين الكمبيالة اللي تاريخها الاول. تاني حاجة لو طلعوا كلهم في تواريخ واحدة هننظر تاني حاجة لمين الكمبيالة اللي مقبولة من البنك. ولو طلعت الكمبيالات كلها مش متضمنة شرط القبول. وقتها هنشوف مين الكمبيالة اللي كان مخصص لها مقابل الوفاء اللي موجود في البنك. واخر حاجة قلت لك لو كانت الكمبيالة مكتوب فيها شرط عدم القبول فاي كيمبيالة مكتوب عليها شرط عدم القبول دي بنخليها اخر كيمبيالة بتستحق الدفع طيب فيه بعد كده الكبول يبقى اول ضمانة تكلمنا عنها اللي هو مقابل الوفاء تاني ضمانة هنتكلم عنها اللي هو الكبول ايه هو الكبول الكبول هو تعهد المسحوب عليه كتابة بالوفاء بكيمة الكنبيالة في معادل الاستحقاق يعني ايه كبول يعني انا يعني البنك لما بروح اديله الكنبيالة بسلمه الكنبيالة كده او لما ياخدها يمضي عليها كلمة مقبولة كده اكبر دليل ان انا ساحب ليه راسيد في البنك وانا كده ضمانت ايه فلوسي يبقى هو تعهد المسحوب عليه انه هيدفع المبلغ بتاع الكنبيالة في معادل ايه الاستحقاق خلي بالك اول اما بيحصل قبول على الكنبيالة شخص المستفيد بيكون ارتاح خالص ان كده اتطمن لكنبيالة وعنده ثقة جبيرة جدا في ورقة الكنبيالة اللي موجود عليه لان اصبح العلاقة حاليا بقت ما بين المستفيد والمسحوب عليه هي الاول كانت العلاقة في انشاء الكنبيالة ما بين الساحب والمستفيد ولكن اول ما البنك اللي هو المسحوب عليه بيمضي على الكنبيالة بالقبول كده العلاقة اصبحت ما بين المستفيد واصبحت ما بين المسحوب عليه يبقى ده كان تعريف القبول فيه بعد كده حالات بقى يجب فيها على شخص الساحب انه شخص المستفيد انه يقدم الكنبيالة لقبول وفي حالات اخرى يمتنى على شخص المستفيد ان يقدي بالكمبيالة للبنك للكبول تعالوا نعرف الحالات دي اولا الحالات التي يجب فيها على حامل كمبيالة تجدمها للكبول في حالات لازم على السائع على شخص المستفيد ان يقدي بالكمبيالة للبنك عشان يقع عليها بالكبول زي ايه بقى الحالات دي حالتين الكمبيالة المستحق الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع هو انا لو قلت لك الكمبيالة دي مستحق الدفع بعد سنة من اطلاع البنك إذن لازم أن تروح توديها للبنك عشان البنك يوقع عليها بالكبول وما نحن نحدد السنة إزاي؟ ما أنت أول ما بتودها للبنك البنك بروح جايه موضع عليها وكاتب تاريخ ده تاريخ القبول فمن أول التاريخ دوت هنبتد نعيد السنة بتاعتنا عشان قلتلك بعد سنة من القبول يبقى لازم أن توديها للبنك عشان يقبلها رقم اثنين الكمبيالة المتضمنة وشرط القبول طبعا لو إحنا حبتين عشرط من الشروط الإختيارية لو شرط القبول يبقى غصبا عنك لازم توديها للبنك عشان يقبلها يبقى دي الحالات اللي غصبا عن شخص المستفيد لازم يروح يودي الكمبيالة للبنك عشان يوقع عليها بالكبول إذا كانت الكمبيالة مستحقة تدفع بعد مدة معينة من اطلاع أو بعد مدة معينة من القبول يبقى لازم المستفيد يوديها للبنك يمدع عليها بالكبول اثنين قلنا لو كانت الكمبيالة متضمنة شرط القبول يعني إحنا اشترطنا من ضمن الشروط الإختيارية ان شخص المستفيد لازم يودي الكمبيالة للبنك عشان يوقع عليها بالقبول يبقى دي كانت الحالات اللي لازم المستفيد يودي فيها الكمبيالة يوقع عليها بالقبول في حالات بقى تانية يحذر عليه او لا يجوز انه هو يقدم الكمبيالة لقبول زي الحالات اللي يمتنع فيها على المستفيد تقديم الكمبيالة للقبول عندي حالتين الكمبيالة المستحق الدفع بمجرد الاطلاع يعني ايه؟ هو انا لو قلت ان الكمبيالة دي كتبنا معدس تحقاك إيه معاد الاستحقاق؟ اللي هي مستحق الدفع بمجرد الاطلاع يعني مجرد ما بقدمها للبنك البنك أول ما يستلم الكيمبيلا يروح جاي دافع على طول الفلوس هل هنا هتفرق بالنسبة لنا قبول البنك أو عدم قبوله؟ هل يعني لو حطينا شرط القبول ليه لازمة؟ ليه لازمة في إيه؟ أنا كده كده مجرد ما أسلمها للبنك أول ما يشوف الكيمبيلا هديني الفلوس فبالتالي هنا مش هيوقع لها بالقبول يبقى هنا يمتنع عن المستفيد تقدمها للقبول لأن أصلا مجرد ما هيقدمة للبنك البنك هيدفع له الفلوس الشرط التاني أو النقطة التانية أو الحالة التانية الكيمبيلا المتضمنة شرط عدم القبول لو كانت الكيمبيلا كتبين فيها برضو من ضمن الشروط الاختارية عدم التوقيع علي بالقبول أنا سيحب متفق مع شخص المستفيد ما تروحش البنك توقع عليها بالقبول يبقى بالتالي لا يجوز أنه يقدمها للقبول يبقى في حالات يجوز فيها المستفيد أنه يقدم الكمبيلا الكبول وفي حالات يمتنع عن المستفيد أن يقدم الكمبيلا لالقبول طيب في بعد كده حرية المسحوب عليه في قبول الكمبيلا عندي مبدأ وعندي استثناء هل هنا لازم المسحوب عليه ايه؟ بأن الكمبيلا ولا من حقه أنه يرفض قبول الكمبيلا أنا يعرف دلوقتي في مبدأ وفي استثناء المبدأ كبول الكنبيالة اختياري للمسحوب عليه ويعتبر المسحوب عليه حرا في كبول الكنبيالة أو عدم كبولة عند تقدم إليه قبل معادل الاستحقاق خلي بالك لو تقدمت لشخص المسحوب عليه قبل معادل الاستحقاق من حقه يقبل ومن حقه يرفض القانون أعطاله الحرية ده المبدأ بتاعنا يقبل المبدأ أنه هو من حقه يرفض ومن حقه أنه يوافق يعني ليه الحرية التامة في الموافقة بالكبول أو عدم الموافقة على الكبول طالما لسه مجايش معاد الاستحقاق ولكن هناك استثناء على المبدأ ايه هو الاستثناء واحد الاتفاق بين الساحب والمسهوب عليه على ان يقبل الاخير الكمبيانة التي اسحبها الساحب هنا لو في اتفاق بين المسهوب عليه اللي هو البنك وما بين الساحب على ان الاتفاق بين الساحب والمسهوب عليه على ان يقبل الاخير الكمبيانة يعني لو كان في اتفاق ما بين الساحب والمسهوب عليه على الكبول أنا متفي مع البنك على كده لازم يا بنك أول ما تجدي لك كمبيلا باسمي توقع عليها بالكبول يبا لازم غصبا عن البنك هنا ما عندوش الحرية بقى غصبا عنه لازم يوقع عليها الكبول لأن التزام البنك هنا التزام عكدي ده أنا عملت بييني وبينك عقد العقد التي تفانى فيه على شروط معينة يبا أنت ملزم بالشروط وأنا ملزم بالشروط يبا أنت يا بنك لازم توقع suppliers وما ينفعش ان انت ترفض اتنين إذا جرى العرف التجاري طبعا على قبول الكنبيلة لو كان المتعرف عليه مثلا ما بين لو كان البنك تاجر وما بين الساحب تاجر والمتعرف عليه اللي هو قبول الكنبيلة عشان تبقى فيه السرعة في الأعمال التجارية فبالتالي لازم غصبا عن البنك هيوافق يبقى المبدأ بتاعنا إن البنك في الأصل من حقه يوافق ومن حقه يرفض اللي هو شخص المصحب عليه ممكن يوقع بالكبول وممكن ما يوقعش للحرية التامة إنما لو كانت ده المبدأ أما الاستثناء لازم لو كان هناك اتفاق بين الساحب والمسهوب عليه فغصبا على البنك لازم يمضي عليها بالكبول لان هنا فيه التزام عقدي ما بينهم هما الاتنين كذلك طبعا لو كان المتعرف عليه او العرف بيقولك على موضوع الكبول طيب شروط الموضعية للكبول هناك برضو شروط موضعية للكبول وهناك شروط شكلية للكبول الشروط الموضعية للكبول اول شرط ان يكون الكبول بدا غير معلق على شرط ما ينفعش اقول ايه ان هقبل الكمبيالة لو المنتخب فاز هقبل الكمبيالة لو شخص كسد هقبل الكمبيالة لو شخص امت طب افرد ما حصلش فلا يجوز موضوع اللي هو يكون معلق على شرط ما ينفعش يكون الكبول معلق على حاجة هتحصل لان وارد ما تحصلش لا يا فيه كبول يا ما فيش كبول اتنين يجب ان يرتبط كبول المسهوب عليه على مضمون الزام الصرفي واوصاف السبتة في الكمبيالة هو البنك هيقبل ايه هيقبل المبلغ اللي مكتوب في الكمبيالة هيقول انا موافق على دفع المبلغ اللي موجود في الكمبيالة طب ينفع يقول انا موافق على دفع نص المبلغ جزء من المبلغ خلي بالك هو لو تساحب ليه جزء بسيط في الكمبيالة فيه الجوز اللي هو الاستحقاق الجزء اللي هو يعني ندفع الجزء من المال يجوز القانون قالك هتمشي الموضوع ده شننخفف شوية على شخص المدينة ولكن المفروض عموما لما البنك بيجي يوقع بالقبول بيوقع على المبلغ اللي موجود في الكمبيانة تبينفع له البنك المبلغ مكتوب 10.000 أو مثلا مكتوب 100.000 يقول لك أنا موافع على دفع عربية لا طبعا انت ملتزم ان انت تقبل المبلغ اللي مكتوب داخل الكمبيانة يبدأت شروط الموضوعية لكبول ايه للكبول فيه بعد كده الشروط الشكلية هناك بقى شروط شكلية للكبول زي يجب ان يكون الكبول على ذات السق ما ينفعش تعمل كبول اللي هو البنك يعمل كبول على ورقة خارجية ده لازم على نفس الورقة بتاعة الكمبيانة يمدى عليها كده ان هذه الكمبيانة مقبولة يبقى ينفعش يجيب ورقة خارجية اتنين يجب ان تستغرق نيد الكبول منصيغة التي يدعها المصحوب عليه عند التوقيع كلمة الكبول هنا مش حاجة يقول ممكن يقول مقبولة تم الموافقة على الكمبيانة هذه الكمبيانة مقبولة يعني اي لفظ يقوله ما عندناش مشكلة المهمة بمعنى انه هو وافق على قبول الكمبيانة رقم 3 طبعا لازم نكتب تاريخ التوقيع من الكبول لو كانت الكمبيانة مستحقة بعد مدة معينة من الاتلاع او بعد مدة معينة من الكبول يبقى انا هحدد المدة ازاي يبقى لازم نكون كاتب تاريخ الكبول رقم اخير توقيع المسحوب عليه توقيع المسحوب عليه اللي هو الامضة بتاعة البنك على فكرة وامضة البنك تحل محل كلمة القبول يعني هو لو مضى معناه ان هو ايه موافق على دفع المبلغ في معاد الاستحقاق يبقى دي اسمه الشروط الشكلية للقبول كده انا عرفت ان القبول ليه شروط شكلية وله شروط موضوعية طيب لو البنك قبل الكنبيالة ايه الاثار المترتبة على القبول ايه اللي هيحصل لو البنك قبل الكنبيالة واحد التزام المسحوب عليه صرفيا في موجات الحامل هو لو البنك مضى او وقع الكنبيالة بالقبول اصبح العلاقة هنا ما بين مين ومين اصبح البنك هيدفع الفلوس لمين هيدفعها طبعا للشخص المستفيد يبقى العلاقة اصبحت بينه مين ومين اصبحت ما بين المسحوب عليه والمستفيد اتنين برائة الملتزمين بالكنبيالة من ضمان الكبول على فكرة انا عندي ضمانين ضمان اسمه ضمان الكبول وضمان اخر اسمه ضمان الوفاء فكل الملتزمين في الكنبيالة كل الموقعين على الكنبيالة بيضمنوا قبول الكنبيالة وبيضمنوا الوفاء طيب البنك لو وقع على الكنبيالة بالقبول كده كل الملتزمين بالقبول دورهم انتهى وكده تطمنوا لان كده عمل اللي عليهم يبقى هيبقى نقص لهم ضمان واحد اللي هو ضمان الوفاء اتنين هيضمانوا يعني الوفاء تلاتة وجود قرية وجود مقابل الوفاء هو البنك لما يمضي على الكمبيالة بالقبول ده اكبر دليل ان شخص الساحب ليه مقابل وفاق موجود في البنك هنا اول ما تقدر الكمبيالة للبنك والبنك يوقع عليها بالقبول ده اكبر دليل ان البنك فيه رصيد خاص بشخص المين الساحب طيب فيه بعد كده كيفية اثبات الامتناع عن القبول ازاي اثبت الامتناع عن القبول لما شخص طبعا لو شخص المستفيد راح للبنك وقال له وقع عليها بالقبول والبنك رفض وراح جاي شخص المستفيد طالع على الضامنين زي الساحب زي المظاهر مثلا وقال لهم الكمبيالة البنك مرضاش يمضي عليها بالقبول اكيد طبيعي الساحب مش هيصدقه او اكيد برضو المظاهر مش هيصدقه يقول له لا انت بتضحك علينا انت اصلا ما روحتش صح؟ فالقانون قالك تجنبا ان يحصل نزاع بين الساحب وبين المستفيد فالك لازم الشخص المستفيد يثبت امتناع البنك عن القبول بيثبته ازاي؟ عن طريق عمل بروتستو اللي هو بيروح يعمل محضر اسمه بروتستو عدم القبول خلي باك عشان عندي نوعين من البروتستو في بروتستو عدم الدفع وفي بروتستو عدم القبول هنا طبعا موضوع القبول يبقى ويروح يعمل محضر في الاسم ان البنك رفض قبول هذه الكمبيالة يبقى هنا اسمه كيفية اثبات الامتناع عن القبول على حامل الكنبيالة في حالة اختياره طريق الرجوع على الضامنين قبل تاريخ الاستحقاق إثبات امتناع المسهوب عليه عن الكبول والطريق القانوني لذلك هو عمل احتجاج عدم الكبول على ورقة رسمية ويكون إثبات الامتناع عن الكبول بتحرير بروتستو عدم الكبول يبقى ده هنا بثبت فيه امتناع عن الكبول عن طريق عمل بروتستو عدم الكبول فيه بعد كده أثار عدم الكبول المسهوب عليه للكنبيالة عندي أثارين مهمين جداً لو شخص المسحوب عليه رفض إنه هو يقبل الكنبيالة أول حاجة إضعاف الثقة في الكنبيالة في هذه الحالة يكون لحمل الكنبيالة الحق في المطالبة الوفاء قبل معادة الاستحقاق هو أنا لو رحت البنك وقلت له خد وقعلي على الكنبيالة بالكبول والبنك رفض أنا كده ضمانت فلوسي ده أنا كده بقيتش أصلا واصق في الكنبيالة اللي معايا ده أنا كده ثقة في الكنبيالة نزدت خالص لأنه كده مش متطمن لفلوسي لما البنك يرفض معناها أنه مثلا ما فيش رسيد في البنك معناها أنه ما فيش مقابل وفاء للساحب في البنك يبانا كده إيه كده مش متطمن نهائي للكنبيالة اللي معايا فطالما البنك رفض التوقيع بالكبول أنا الثقة في الكنبيالة هتقل خالص فأول أثر إضعاف الثقة في الكنبيالة رقم اتنين الرجوع على الضامنين هو أنا لما أقدمها للبنك والبنك يرفض أنه يقع عليها بالكبول طب أنا هسكت لا هتطر ساعتها رجع على مين على الضامنين كل الضامنين بقى سواء كان مظاهر سواء كان شخص الساحب أي حد بيوقع على الكنبيالة بيبضامن لها يبقى إذا قام حامل الكنبيالة بإثبات الامتناء عن الكبول على وركة الاسمية فيجب إعلان عليه إعلان هذا الاحتجاج لمن يريد الرجوع عليهم من الضامنين إذ أنهم متضامنون في ضمان الكبول والإيه والوفاء يبقى هنا طبعا تاني أثر عندي إني من حق شخص المستفيد إنه ويرجع على الأشخاص الضامنين يبقى عندي أثرين لو البنك مرضاش يوقع على الكنبيالة بالكبول الأثر الأولاني السكت في الكنبيالة هتقل خلص والأثر الثاني إن أنا هتطر بعد ما أعمل احتجاج عدم الكبول لوبروتستو عدم الكبول هتطر أرجع على الضامنين فيه بعد كده طرق تداول الكنبيالة طبعا إحنا كده عرفنا الجزء اللي فات اللي هو كانت ضمانات الوفاء بالكنبيالة كانت ثلاث ضمانات دلوقتي بقى نخش على طرق تداول الكنبيالة الكنبيالة عندي بتداول عن طريق حكتين حاجة اسمها التزهير وحاجة اسمها التسليم أو المناولة اليدوية بس أنا عشان أقول تزهير لازم تكون الكنبيالة مكتوب فيها كده من ضمن الشروط الشكلية أو من ضمن البيانات الإلزامية أن هذه الكنبيالة مستحقة لإذن شخص المستفيد أو لأمر شخص المستفيد يعني أنا عشان أعمل عملية التزهير لازم يكون اسم المستفيد مذكور قدامنا يعني الكنبيالة مكتوبة لإذن أو لأمر شخص معين أما لو أنا هعمل عملية التسليم أو المناولة اليدوية بيكون الكنبيالة مكتوب عليها كلمة لحاملها يبقى لو كمبيالة مكتوب عليها لإذن أو الأمر يبقى تتداول عن طريق التظهير أما إذا كانت الكمبيالة مكتوب عليها لحاملها يبقى يتم تداولها عن طريق التسليم والإيه والمناولة خلي بالك في فرق يبقى لو مكتوب اسم شخص المستفيد اللي هو لإذن أو الأمر شخص معين يبقى كده لما حب نعمل تداول الكمبيالة هيتم تداول عن طريق التظهير أما لو أنا مكتوب في وركة الكنبيالة من ضمن البيانات الإلزامية كلمة لحاملها يعني أي حد بيحملها يبقى هيتم تداول الكنبيالة دي عن طريق التسليم والمناولة يبقى هنا طرق تداول الكنبيالة التزهير نمرة 2 التسليم أو المناولة اليدوية فيه بعد كده بقى هناخد إيه هو التزهير طبعا أنا أعمل أقول لك تزهير تزهير إيه هو برضه التزهير دوت التزهير هو بيان يكتب على ظهر الكنبيالة يفيد معنى النزول عن الحق الثابت بها لإذن شخص آخر يطلق على المتنازل اسم المظاهر وعلى المتنازل إليه اسم المظاهر إليه تعال بقى نعرفها يعني كلمة التزهير التزهير هو بيان بيكتب في ظهر الكنبيالة قادي الكنبيالة باجي في الظهر بتاع الكنبيالة تم تزهير الكنبيالة من شخص كذا إلى شخص كذا يبقى بيان بيكتب على ظهر الكنبيالة فيما معنى البيان ده إن شخص المستفيد بيتنازل على الحق الثابت اللي موجود في الكيمبيالة لشخص آخر اسمه المظاهر إليه يبقى خلي بالك بقى كده عشان تبقى خلي بالك من الترثيب أنا عندي ساحب عندي مسحوب عليه عندي مستفيد ساحب مسحوب عليه مستفيد المستفيد ده اسمه هيتغير لسبب بسيط لإن أنا دلوقتي هيظهر الكيمبيالة من اسمه لإسم شخص تاني صح؟ فالمستفيد ده هينقلب اسمه إلى كلمة المظاهر أي باسم المظاهر والشخص اللي هيحمل الكيمبيالة في الآخر هيباسمه إيه المظاهر إليه وعلى فكرة ممكن يبقى فيه مظاهر إليه أول مظاهر إليه ثاني مظاهر إليه ثالث يعني لو تم تداول الكيمبيالة كذا مرة فممكن يبقى فيه عنده مظاهر أول مظاهر ثاني مظاهر ثالث وهكذا يبقى كده ساحب مستفيد ساحب مسحوب عليه مستفيد اللي هيتغير اسمه هيباسمه إيه مظاهر بعد كده الشخص اللي حامل كيمبالا يباسمه إيه المظاهر إليه معنى التظهير بيان هيكتب في ظهر الكنبيالا بيفيد إن شخص المستفيد بيتنازل عن الحق اللي موجود في الكنبيالا لصالح شخص آخر بيسمى المظاهر إليه يبدا التعريف بتاع التظهير طيب صور التظهير ثلاثة فيه تظهير تام أو ناكل للملكية وفيه تظهير توكيلي وفيه تظهير على سبيل الرأم تام أو ناكل للملكية أنا بنق الملكية الحق السابت في الكنبيالا كله من اسم الإسمك يعني من المظاهر إلى المظاهر إليه يعني الفلوس أصبعي بتاعت المظاهر إليه يعني المظاهر إليه هو اللي هيروح يصرف الكنبيالا وأولا ما يصرف هياخذ الفلوس ليه هو اتنين التظهير التوكيلي لأ أنا بعمل لك أنا موكل وإنت وكيل عني فأنا كتبتلك تظهير للكنبيالا اسمه تظهير توكيلي كل اللي فيها تاخد مني الكمبيالة تروح تصرف الفلوس وتدهاني انا يعني انت مش تتملك الفلوس باعت الكمبيالة لا ده انت هتصرفها ونجبها لنا تلاتة التزهير اللي هو على سبيل الرهن لا انا برهنها لك عشان انا علي فلوس يعني مثلا روح تخذت كارد من البنك فالبنك بيقول لي لازم يبقى فيه ضمان عشان اضمن انت هتسدد الكارد ده قلت له خلاص انا معي كمبيالة هرهنها لك فما ظهر له كمبيالة على سبيل الايه الرهن يبقى انا كده عندي كم صورة تلاتة التزهير التام او الناقل الملكية التزهير التوكيلي التزهير على سبيل ايه الرهن تعالى بقى ناخد الشروط الموضوعية للتزهير عشان يحصل تزهير هناك شروط موضوعية ترى اولوحظت احنا كده كل حاجة يعني القبول قلنا شروط موضوعية هنا مثلا الشروط الموضوعية برضو للتزهير كلمنا عن الكاميرا قلنا برضو الشروط الايه الموضوعية ايه طيب الشروط الموضوعية بقى بتاعة التظهير واحد ان يكون هذا الالزام الصادر عن ارادة حرة وعية خلي بالك لازم شخص مستفيد عشان يظهر الكمبيالة من اسمه الاسم المظهر ليه لازم ان يكون ظهرها بيراته الشخصية من غير اي ضغط يعني لو حصل تهديد او اقراها عليه يبقى التظهير باطل زي كتابة الكمبيالة الساحب لما بيجي يكتبع نفسه الكمبيالة لازم ان يكون بيراته الشخصية اللي هو عنده الرضاء الصحيح صحيح كده وشي احنا قلناها في الشروط الموضوعية لانشاء الكمبيالة لازم يكون شخص الساحب كتابها بيراته الشخصية اللي هو كان الرضاء الصحيح نفس النظام شخص المستفيد لو هيظهر الكمبيالة لازم يظهرها بيراته الشخصية من غير اي ضغط عليه اتنين ان يكون لهذا الالزام سبب ومحل مشروعان طبعا لازم ان يكون هناك سبب ومحل مشروع ودي ذكرناها قبل كده اني طبعا برضو ميفعش اظهر الكمبيالة بسبب مخدرات بسبب سلاح لان دي حاجة غير مشروعة لازم يكون التظهير لسبب ايه؟ مشروع تلاتة انيوزر لازم زمن شخص له الاهلية الكاملة لاجراؤه انه طبعا مهمة جدا لما جينا كدهبنا في الاول الكمبيالة قلتلك ان لازم يكون كامل الاهلية كمين الساحب هل ذكرت حاجة عن المستفيد؟ لا لان المستفيد طالما هياخد فلوس فمش شرط يكون كامل الاهلية انما اللي هيدفع فلوس ويطلع من عنده فلوس لازم يكون كامل الاهلية فوقت كتابة الكمبيالة كان لازم يكون الساحب كامل للايه؟ الاهلية هنا بقى هنبص برضو الشخص المستفيد بقى لما ينجي نعمل عملية التظهير لازم المستفيد خلي بقى لك وقت كتابة الكمبيالة مش شرط يكون المستفيد كامل الاهلية لانما لو المستفيد هيظهر الكمبيالة لازم يكون كامل الاهلية طالما هيتصرف الفلوس يبقى لازم يكون يتمتع بالاهلية الكاملة اللي هو مثلا متم السن القانوني او غير مصاب يعارض من عوارض الاهلية انا ما اشتردتش وقت كتابة الكنبيالة ما اشتردتش ان المستفيد يكون كامل اهلية ولكن لو حصل تداول الكنبيالة عن طريق التزهير فبالتالي لازم ان يكون المستفيد اصبح كامل ايه الاهلية يبقى دي كانت اسمها الشروط الموضعية للتزهير في بعد كده الصور بتاع التزهير كان عندي التزهير التام او التزهير الناقل للملكية انا قلت ثلاث صور اول تزهير فيهم تزهير التام او النقل الملكية هو نقل الحق السابت بسك الكنبيالة من المظاهر الى المظاهر اليه يتم هذا الاجراء بالكتابة من جانب المظاهر على ظهر الكنبيالة بما يفيد نقل ملكية الحق السابت ديها لامر المظاهر اليه هنا اللي هو تزهير النقل الملكية او التام او النقل الملكية كل فيها ان انا بتنازل عن الحق السابت بتاعي انا اللي هو موجود في ساق الكمبيالة من اسمي لاسم شخص ايه اخر بيتملكوا كله يعني هو بياخد المبلغ كله ليه يعني هو بياخد الكمبيالة والصرف وياخد الفلوس كلها ليه طيب في عندي شروط موضوعية للتظهير التام كذلك برضو التظهير التام هناك شروط موضوعية مهمة قوي جدا خاصة بيه واحد أن يصدر التظهير من الحامل الشرعي للكمبيالة يبقى على فكرة مش اي حد يظهر الكمبيالة ده لازم يكون الحامل الشرع للكمبيالة هو اللي بيظهر فقط لغيره اللي هو التذيير التام ده او النقل الملكي اثنين أن يريد التذيير على كل مبلغ الكمبيالة هو أنا ينفع زهر لك نص المبلغ جزء من المبلغ لا طبعا تب ماشي لو أنا ظهرت نص المبلغ مين اللي ياخد الكمبيالة انت ولا أنا لosoاذ يدد تذيير بيكتب في ظهر الكمبيالة ايه هنيLET عالكمبيالة بالنص اكيد ماينفعش فأنا لما أجى ظهر الكمبيالة لازم اظهر المبلغ كله الموجود يعني المبلغ عشر تلاف يبقى وقت لما اجي اعمل تظهير هظهر العشر تلاف كاملين ما ينفعش اقولك انا هظهر خمسة بس خمسة لأ حين اظهرت خمسة بس خمسة لأ مين لا هيستلم ورقة الكنبيالة طب مين لا يروح يصرفها لانت لما بتيك تسريمها البنك البنك بياخد الكنبيالة بخليها معاه وديك الفلوس عشان كده دليل اثبات ان هو دفع لك الفلوس صح فبالتالي القانون قال لك لا لازم يكون التظهير على مبلغ الكنبيالة بالكامل رقم ثلاثة ان يكون التظهير باتا غير معلق على شرط قلت لك ما ينفعش يكون التظهير معلق على شرط بص انا هنظهر لك كمبيالة لو منتخب فاس لو حد مات لو واحد كسب لو واحد نكت هب افرد ما حصلش ما ينفعش طبعا فالقانون قال لك لا لازم يكون التظهير بات غير معلق على شرط وفيش حاجة اسمها يبقى معلق على شرط لأن الشرط دي وارد يحصل وارد ما يحصلش طيب فيه بعد كده الشروط الشكلية لصحة التظهير ايه بقى الشروط الشكلية؟ أنا كده عرفت أن فيه شروط موضوعية وبرضه فيه شروط ايه شكلية اول شرط من الشروط الشكلية كتابة التظهير على ذات الكنبيانة اول شرط اللي يازم التظهير يتم على نفس السق على نفس الورقة مش على ورقة خارجية اتنين ضرورة أن يدمر التظهير بيانات الزامية طبعا لما بنيجي نعمل تصهير في مجموعة بيانات إلزامية لازم أن تكون موجودة لما بجي أعمل في ظهر الكنبيالة وكتب تم تصهير الكنبيالة من شخص لشخص ففي مجموعة بيانات لازم أن تكون موجودة زي تاريخ التصهير لازم يشترك كتابة تاريخ التصهير لتحديد أهلية المظاهر مش أنا أقولت لك شخص المظاهر اللي هو المستفيد اللي يزار الكنبيالة لازم كان في وقت كتابة الكنبيالة مش شرط يكون كامل أهلية إنما لو هيظهر كينبيالة لازم يكون كامل الأهلية فلازم نأذكر تاريخ التصهير عشان أتأكد أنه وقت التصهير أصبح كامل إيه الأهلية اتنين لازم نكتب المبلغ عشان نتأكد إيه إن أنا كتبت أعمال تصهير على المبلغ كامل عشان أقول ليك من الشروط الموضعية لازم نظهر المبلغ كامل فأنا لازم نكتب المبلغ للي أنا ظهرته عشان نبر متأكدين فعلاً إن تم تصهير المبلغ إيه كامل رقم 3 بيان الامر او الازن هو البيانة الذي يجعل الكنبيالة تدول بالتزيير طبعا لو انا كتبت كلمة تم تزيير لازن كذا اذا ممكن الشخص اللي انا ظهرت له الكنبيالة يظاهره وكمان طالما انا كتبت اسم يعتبر شخص المستفيد او المظاهر اليه او مدام انا كتبت كلمة لازن او الامر اذا هذه الكنبيالة قابلة انها تتدول تاني وثالث ورابع لشخص ايه المظاهر اليه سواء الثاني او الثالث او الرابع وهكذا رقم 4 بيان اسم المظاهر اليه لازم اذكر شخص المظاهر اليه هو ميل اي اسم من انتكرت اليه الكنبيالة اللي هو المستفيد طبعا ايه الجديد مع اسم المستفيد كده ينتقل من شخص المظاهر الى شخص المظاهر اليه للمظاهر اليه في الاخر دوت اللي هو اخر واحد يحمل الكنبيالة هيباسمه حامل الكنبيالة او المظاهر اليه او هيباسمه اسمه شخص المستفيد رقم خمسة توقيع المظاهر لازم طبعا شخص المظاهر في النهاية يوقع على الكمبيالة انه هو تم تظهرها من اسمه لاسم الشخص الاخر هو من اهم البيانات اللي زميه في تظهير امناق الملكية لانه يمثل تعبير المظاهر عن ارادته بنقل الحق السابت في الكمبيالة منه الى المظاهر ايه ايه طبعا لازم طبعا يوقع ليسوا ببسيط عشان فيما بعد ما حصل خلافات هنتأكد اذا كانت الامضة دي امضته ولا لا فلازم ان يكون هناك توقيع لي طيب فيه بعد كده الاثار المتلتبة على التظهير التام الاثار المتلتبة على التظهير التام اول اثار انتقال الحق الثرف السابت بالكمبيالة الى ملكية المظاهر اليه هنا هينتقل الحق من اسم المظاهر الى المظاهر اليه الحق السابت كله طالما حصل تظهير تام اصبحت الفلوس اللي موجودة في الكمبيالة ملك شخص المظاهر اليه اللي هو في النهاية باسمه الحامل او المستفيد رقم اتنين التزام المظاهر بضمان الكمبيالة هنا مشانا نزع ببص اللي كان ضامن الكمبيالة في الاول من؟ الساحب واعطاه للمستفيد المستفيد طالما تحول اسمه الى شخص مظاهر وظهر شخص اخر اسمه مظاهر ليه فاصبح كمان المستفيد دوت اللي هو المظاهر اصبح ضامن يبقى انا عندي كده اتنين ضامنين اللي هو الساحب والمظاهر يبقى كده بقى ضامن تالت حاجة قاعدة اسمها قاعدة تطهير الدفوع هنعرف القاعدة دي عشانت دي قاعدة مهمة جدا قاعدة تطهير الدفوع فيما معناها هي أن المظاهر إليه يتلقى الحق من المظاهر خاليا من العيوبة التي تشوفه بص بقى القاعدة دي عشانت دي بفهمها كويس جدا في قاعدة عندنا اسمها قاعدة تطهير الدفوع لو كانت الكمبيلة باطلة بمجرد ما بعمل عملية التزهير تصبح كمبيلة صحيحة ده معنى القاعدة يعني لو كانت الكمبيلة فيها أي عيب من العيوب اللي احنا ذكرناها من شوية سواء عيوب شكلية أو عيوب موضوعية هتصبح صحيحة مجرد ما بعمل عملية التزيير يعني أكيد التزيير بيتهر الكيمبيالة خالص بينظف الكيمبيالة خالص من أي بطلون ولكن هناك حالات بطبق فيها القاعدة وهناك حالات أكيد مش هينفع تطبق فيها القاعدة تعال بقى نعرف إمتى تطبق القاعدة دي اللي هي قاعدة تطير الدفوع وإمتى ما تطبقاش بس قبل ما نقول الحالات بالعقل لو كان الشخص المظاهر إليه شخص حسن النية ما يعرفش إن الكيمبيالة دي معمولة بسبب غير مشروع ما يعرفش إنها معمولة بسبب مخدرات أو سلاح هل هتنتقل ليه الكيمبيالة صحيحة ولا بطلة طب يعتنتقل صحيحة لأنه حسن النية ما يعرفش إنما لو كان سيء النية هتفضل الكيمبيالة زي ما هي باطلة تعال بقى نعرفهم الحالات حالات عدم تضيق قاعدة تطير الدفوع إمتى ما تطبقش القاعدة واحد إذا كان حامل الكيمبيالة سيء النية اتنين إذا كانت الدفوع ناشئة عن عيب شكل بالكيمبيالة عارف عيب شكلي؟ مش أنا قلتلك فيه بيانات إلزامية لازم أن تكون موجودة في الكيمبيالة لازم أن تكون مكتوبة هناك بيانات إلزامية مش موجودة هم عشر بيانات قلنا منهم سبعة أساسيين وتلاتة فيه تلاتة يحل محلهم صح كده؟ طب نفترض الكيمبيالة كان فيها أربع بيانات بس طب ما طبيعي بيانة أول إن هي كيمبيالة باطلة يبقى المفروض ما تستلمهاش يبقى ساعتها مش هتطبق القعدة يعني لو شخص المظهر إليه استلم الكيمبيالة وهو شايف إن البيانات نقصة ساعتها تفضل زي مية باطلة عمرها ما تصبح صحيحة يعني عمرها ما تطبق القعدة رقم ثلاثة إذا تعلق الدفع بتزوير التوقيع على الكيمبيالة طبعا لو كان فيه عندي تزوير في التوقيع يعني أصلا الشخص الساحب مش هو اللي ماضي ده واحد ماضي إمدته فطبيعة تفضل الكيمبيالة زي مية باطلة رقم أربعة إذا تعلق الدفع بنقص الأهلية أو انعدمها لو الدفع ده تعلق بنقص الأهلية أو انعدمها في الحالة دي برضو حتى لو كان الشخص الساحب مثلا نقص الأهلية أو منعدم الأهلية هتفضل زي ما هي الكيمبيالة باطلة ومش هيفعة تكون صحيحة الحالة الثانية تتضيق قعدة تضير الدفوع إمتى بطبقها بقى القعدة واحد إذا كانت الكيمبيالة قد صعبت لسبب غير مشروع طبيعي إن شخص المستفيد ما يعرفش إنه مسحوبة بسبب مخدرات فهتفضل الكيمبيالة صحيحة تنتقل ليه صحيحة اتنين إذا شاب إرادة المدين عيب من عيب الرضا وأنا إيش عرفني كشخص مظاهر إليه إيش عرفني إني كان في ضغط على الساحب وقت كتابة الكيمبيالة فهتنتقل ليه الكيمبيالة صحيحة ثلاث لا يستطيع المدين بالكيمبيالة تدفع بفسخ العلاقة الأصلية في مواجهة حامل كيمبيالة حسن النية طالما المظاهر إليه كان حسن النية هتنتقل الكيمبيالة إليه صحيحة وآخر واحدة الساحب أو المسحوب عليه القابل يلزم بدفع قيمة الكيمبيالة للمرة الثانية إذ ما أقدم له الحامل حسن النية سك الكيمبيالة لو هو أخطأ وكان دفع على الواحد بالغلط من غير ما يتأكد إنه هو مش صاحب الكيمبيالة فهيضطر يدفعها تاني مرة لشخص المظاهر إليه وحامل الأصل الكيمبيالة اللي هي في الأصل آسن الكيمبيالة بتاعته دي كانت حالات تطبيق القعدة وهو حالات تطبيق قعدة تطيري الدفوع وكذا إحنا اتكلمنا في الأول عن التظهير التامية على النقل الملكية وفيه التظهير التوكيلي عالت wide اللي أنا بوكلك إن انت تروح تسحبني الفلوس بتاعة الكيمبيالة وترجع لي الفلوس واخر واحدة فيها اللي هي على سبيل الرهنة او الضمان ان انت بتضمن الكنبيالة مش اكتر ولا يعني بدلك الرهنة او ضمان مش اكتر ولا اقل وبكده تكون نهاية الحلقة بتاعتنا والعليقان اخر في حلقات قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته